بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين متابعين في كل مكان مرحبا بكم من جديد وأهلا والسلام بكم مرة أخرى هنا عبر قنواتي أبو ظبي الرياضية في متابعة الجولة الثانية من الدور الإيطالي الليلة من مصرح الفريولي من هذا الملعب الجميل بالحضور الجماهيري الذي ممكن فاجأ الكل في الجولة الأولى الجولة الثانية كذلك تنطلق بحضور جماهيري مميز أكيد وكأن الطاليان اتفقوا أن يكون هذا الموسم موسما استثنائيا على مستوى الحضور الجماهيري في انتظار أن تكون الكرة في إيطاليا بعودتها إلى الزمن سنترك الأمور التحكيمية لأصحابها شوف اللقطة وهنا الكرة اللي يفهم في التحكيم تكون الكرة عنده واضحة تقريبا وبالتالي هنا رفع اليد بهذه الطريقة الحكم يقول ما فيها شرك للجزاء الحكم يقول ما فيها شرك للجزاء الرأس خطيرة جدا والحارس مرة أخرى ماركو سيلفاستري ينقذ مرمى مرة أخرى من هدف حقيقي ومن جول لمصلحة فريق اللي ممكن تجعل الفريق الليلة يقابل سالير نيتانا في ظروف غامضة شوي شوف هذه اللقطة كانت في التسلل لا غير اتجاهه الكرة فيها خطورة ممكن تزديد بينيه في العقف في القول في القول في القول لا يا ديليفو لا لا يا ديليفو ماذا ضيعت أيها الإسباني يسحق يسحق لا الفرصة لازلت خطيرة في المرمى في القول لا لا اللي تكون فيها الربع الساعة الأخيرة تزديد قوية يا إلهي يا إلهي على الكورة القوية والضرب الرائع من الخطير باتسكو على الماتزوكي ماتزوكي يجرب حده بقدمه اليوم القوية والحارس ماركو سيلفاستري للركنية شوف التزديد القوية الوقت يمر يا دولوفيو واللون الأحمر عنوان بالنسبة لبيريس هذه اللقطة تعمدها 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 بيريس تعمدها بيريس ارتجاء الكرة تعود مجديد إلى كاندريبا تزديد قوية كاندريبا سبق وانتسجل هدفا جميلا في مارمالاتس بمثل هذه التزديدات يا كاندريبا شوف كاندريبا استلم الكورة في هذا المكان وفكر في التزديد على طول والحارس بدون تعادل صافرت الحكم جيان لوكا أوريليانو توني أحداث المباراة بتعادل سلبي بين الفريقان بعد أن تلقى المدرب أندريا سوتيل طردا لأحد لاعبيه الأساسيين في المباراة وفي شوط المباراة الأول هو اللاعب بيريس اللي ممكن تلقى الكرت الأحمر وبالتالي أكمال مباراة بعشرة لاعبين لم يساعد الفريق من أجل الوصول إلى الشبا كنت عادل السلبي عنوان حاضر في مباراة الليلة نقطة لكل فريق في الجولة الثانية أودينيزي السفر سلير نيتانا السفر في الجولة الثانية من الدولة الإيطالية ترجمة نانسي قنقر